بعض متلسان الحقيقة الكلام المهم جدا يا جماعة لما تجيلك الشهادات من أطراف من نفس أخرى يعني عايز أقولكو كابتن طاري مصطفى ليه طاري مصطفى طاري مصطفى صاحب تجربة في المغرب نجحة وخلينا نحي ونشجع كل مدربين الوطنيين اللي بينجحوا برة لأنه هو سفير للكرة المصرية طاري مصطفى أحرج أندية كبيرة في المغرب أولمبيك أسف الفريق اللي بيمرنه كان من أحد الأندية اللي في المؤخرة فضل يتقدم به لغاية لما أصبح خطر على الوداد والرجاء وبقى من أندية المقدمة وعمل نتائج هيلة جدا ليه طاري مصطفى دلوقتي الأهل استقدم من المغرب اللاعب اللي وصفهولي أنا الأصدقاء في المغرب يمكن صديقنا علي البطوي فاكره المدرب بتاع اللياقة الزهنية قال للأهل يخد فصل خاتم بتاع الكرة المغربية هو شايف أن ريدا سليم بالقيمة دي طاري مصطفى لعب ضد ريدا سليم عرف ريدا سليم نشوف تقييمه ليه قبل ما نشوف رؤيته للأهل أيضا في الأهل يمكن تعقد مؤخرا مع ريدا سليم لعب الجيش الملكي وإنت وجهت الجيش الملكي أبطر من مرة الموسم اللي فات وقبل كده يعني حابين نقول للناس في مصر هنا إيه مميزات وعيوب ريدا سليم طيب خلينا نقول طبعا ريدا سليم لعيب ممتاز ريدا سليم لعيب عنده سرعة أنا أشوف أنه هو سبب من دمن الأسباب للجيش أحرز البطولة ريدا سليم لعيب سريع يلعب لحيت اليمين بشكل كويس بيشتغل بكرات السابتة بشكل كويس ريدا عنده ميزة أنا بصراحة من وجهة نظر الشخصية يعني مش موجودة في لعبة النادي الأهل كل تحركه بدون كرة النادي الأهل كل اللعيبة اللي بتلعب نحية اليمين ونحية الشمال زي بتتكلم على حسين الشحاد بتتكلم على بيرسي تاو بتتكلم على طاهر بتتكلم على كهرباء لو لعب في الحتة دي أحمد عبدالقادر كل اللعيبة بتاعت النادي الأهل عايزة كرة في رجليها يعني دايما بيعتمدوا على الكرة في رجليهم في المهارة واحد ده واحد ممكن يعدك يختارك لا ريضا مختلف عشان كده عرب بدون كرة بدون كرة وعشان يستغل سرعته فأنا شوف ان ده مش موجودة في النادي الأهل وريضا لو لعب نحية اليمين مع حسين الشحات نحية الشمال مع بيرسي تاو اللي تحت أو حسب التوليفة اللي ممكن يعملها مستر كرة أنا بشوف ان لا ريضا لعب مختلف لان فيه أوقت من الأوقات وانت بتشتغل عايز تعتمد على السرعة فريضا عنده دي ميزة بتمناله التوفيق يعني كابتن طارق بعين المدرب رأى لاعب شافه في الدوري قدامه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويرى ميزاته بس أنا بقى أخشى على نجومنا الجدد من الأوفر استيميتنج من التوقع الزائد اللي احنا عايزينه منهم عايزين الدينة تمشي طبيعية شوية بالنسبة لإمام وبالنسبة لرضا لأنهم لعيبة كويسين خلاص انت جبت لعيبة كويسة سبهم بقى على راحتهم يتقلقوا ماتش يشوتوا كرة بره على الجون يعملوا مش عارف ايه مش دروا كله كرة جون عشان نبقى النجزي تندق بشكل طبيعي بهدوء 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 جدا عايزة أقولك يا جماعة المهندس عدلي مع اللعبة الجداد لو جيت أشكر له في الفصل في ريدا سليم يقولك أنا بمسك قلبي أنا الآن هو مش بيمشي جنب الحط هو بيفتح الحطة ويمشي جواه لا لا إنه مش عايزة هو خايف جدا من حجم التوقعات والنقطة اللي انت عايز تقيم عندها لأنه انت بتقيم من النقطة مرتفعة جدا اللعب الجديد إذا كان إمام عشور أو ريدا سليم مبدئيا أنت جاي بلعب كواليتي أو جودة عالية خبراته وكفاءته وشفته وعرفته ده مؤكد لكن لازم أن نبقى عارفين في المقابل النقطتين كمان مهمين بس مش جايب سحر في النهاية ده جاي جديد على السيستم ده جديد على المدرب ده ولعبة جديد على الجو بتاع الفريق هياخد وقت على ما الترس يتعشق صح الوقت ده اللي يأثره واللي يأثر فيه جمهور الأهلي اللي هو ما تتوقعش أن انت هتشوف ريدا سليم عشرة من عشرة وما تتوقعش أن إمام عشور يبدأ عشرة من عشرة وإلا يبقى ده ضد المنطق ضد المنطق الطبيعي للأشياء أنك أي حد جديد هياخد وقت على ما يقدر ينساجم مع الناس على ما يقدر يستوعب فكر المدرب على ما يقدر يكون جزء من طريقة اللعب وأسلوبه علشان قدراته تظهر وارجعوا لكل العناصر الجديدة اللي جات هتلاقوا باستمرار أنت بتبدأ 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 لغاية لما بتوصل للكمة مرسيتاو كده في لابيو قبل كده جيم بيرتو هتلاقوا بطريقة تانية واللعيب بره النادي الأهلي بتشوف ميزاته واللعيب عندك بتحاسبه على عيوبه أو على عدم توفيقه بلاش عيوب يعني أنا أي خطأ هنا أنا لو جاب كريستيان ورونالدو وعمل معايا الموسم اللي عمله مع الناصر ده لحد الوطولة العربية كنت يعني القصادت وطالب بالتخلص منه صح ولا غلا طبعا عمل ايه ده الناصر خسر كل حاجة في وجوده لحد الوطولة العربية لم عمل أداء استثنائي بعشر أفراد يقلب لك النتيجة ويكسبك بعبقريته الكامنة فيه فأنت الموضوع لازم تعرف نلعيب كرة ده بشر والبشر مهواش كود مش ترس بتقوله الكود بتاع الترسي ده يشتغل على العربية دي اهه مش قطع تغيار مش قطع تغيار بلا مشاعر ولا توفيق وأن كرة القدم تحتمل أن اللعب الهيلي ضيع فرصة سهلة واثنين وثلاثة ويجيب لك فرص صعبة ويكسبك إنما في المحصلة بيعمل تيم كويس ولا ما بيعملش تيم كويس أنا هميني يا أستاذ إبراهيم أن اللعب الذي يضيف إلى الحالة الجماعية للفريق أن يتقالي فرقة الأهلي دي تقيلة بتدفع بنظام وبتهجم بنظام وكل واحد فيه معارف دوره أحيانا اللعب ما الفتش نظرك يبقى هو المفضل عند المدرب لأنه لعب عمل الدور المطلوب منه أنت بتبص لحظة التوجه ومع معشور شات كرة من بره طمطاش أول ماتشين في ميتلند الناس قالت يا نهرب يا ده كل ماتش يجيب جوه صح يعي مش هتستمر الأمور كده مصطفى محمد لما راح تركيا نفس الشيء أول ماتشين ثلاثة كل ماتش جوه الدنيا ما بتستمرش كده لكن هو عنده قدرات بدليل أنه مهارته فين يتظل موجود في ضربة الرأس عشور مهارته فين في الاختراق وفي الشوت من بعيد ما تستناش بأنه كل كرة تيجي جون أو كرة اللي تيجي فول عرضة تقوله جرالة كامام وحتلاقي ناس هتحاول تسخف من أدائه وهو لازم يفهم كده حيعمل حاجات حلوة وأحيانا حيعمل حاجات طبيعية إنها ما تجيش معك مية المية فعايزين نتعامل مع العب النوم بشر لكن يضيفوا إيه للمجموعة هم نوعية إيلة ولا نوعية خفيفة لا نوعية إيلة ده كلام مهم جدا طريق مصطفى أيضا بيكشف إيه السبب اللي خل الأهل السنة دي كان بالفوآن ده نشوف مين الأجهز السنة الجاي شايف المصري يعني أنا شايف وليه الناس بقالها فترة بتقول الأهل شايف الصفاقات كده الأهل والبيرامدس هما الأجهز سكوضا التاريخ أكيد للأهل والزمالك لأ في حاجات كتير أنت لازم تعملها عشان عشان تساعدك أن أنت تكسب أنا قلت لك قبل كده أن أنا شايف من طبيعة تكوين الفرق ها أن بيرامدس والمصري عاملين سكواد كويس وفيه عنديا ممكن تعمل لك مفاجآت زي زد سيراميكا كيلو باطرة ما أنت مش عارف حجم الإضافات الكبير الكتير اللي دخلت عليهم ممكن يعملوا البنك الأهل اللي فيه هدوء بيدعم صفوفه برضو الدوري حكون صعب جدا الموسم الجاي ومش عايزين تقييمتنا أن مرجعيتنا بقى على الدوري ده خلينا كل موسم مظروفه كل موسم مظروفه وإن إحنا نبقى بنتطور مع التحديات الأهل يعج يروح لحتة أفضل مؤكد يعني لكن وإنت بتتحرك غيرك بتحرك طيب إيه مسلس التوفيق في الأهلي المسلس اللي عامل سر هذا التفوق في الأهلي طرق مصطفى رصده رأيك إيه في الأهلي بكولر أخذ كل البطولات السنة دي دوري وكاس وأفريقيا وسوبر وربع عالم يعني كل حاجة بعد موسم ناجح جدا يعني شايف الأمور إزاي ده خنادي الأهلي السنة دي موسي خلينا نقول طبعا كولر مدرب هادي بصراحة هو أول ما جاء لعب بطريقة 4-2-3-1 ودي كان يتعامل له مشكلة فخلى 4-3-3 دي هي الطريقة الأنسب للنادي الأهلي ومن ساعتها ما غيرهاش فهو بصراحة عمل التوظيف الصح للعيبة اشتغل صح اللعيبة بصراحة بصراحة عمله فبالتالي هو عمل كده من البداية ما بقتش انت عارف مين الأساس بتاع النادي الأهلي فتلاقي ده بيلعب ده ميلعبش لأن الدوري طويل وانت دايما وانت لازم توصل لعيب ان ده مش مكانك يعني انت لازم تحافظ على مكانك ولازم تتمرن ولازم تكتهد ولازم تلتزم عشان تقدر ان انت تلعب فما بقاش عنده حد يغير ما بقيتش الموضوع بالنسبة له يفرق بشكل كبير جدا فانا بشوف بصراحة النادي الأهلي يعني مبروك خد كل البطلات يستحق استحق النادي الأهلي لأكتر كل حاجة دايما أنا بقول دايما دايما اي منظومة عايزة تنجح خاصة اي فريق عايز ينجح لان هي مسلس المسلس ده ادارة النادي اللاعبين الجهاز الفني بيكملهم الجمهور لو انت عندك بقى نادي شعبي ونادي جماهير كبير جدا لانه بيقويك في حاجات كثيرة جدا فبالتالي لو حاجة وقعت من المسلس ده المسلس كله وقعت فالنادي الأهلي عنده المسلس النادي الأهلي عنده المسلس جاهز عنده مدارة وعنده على أصر مدير وعنده لعيبة كتير وعنده ممكنات يجيب لعيبة وعنده إدارة فبالتالي الموضوع بالنسبة له راح في حتة تاني انما انا شوف برضو من وجهة نظر هو كان ليه دور كبير جدا مستوى محمد هاري ارتفع ارتفع درستاو مستوى احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر مستوى ارتفع كهرباء نفس الشيء حسين الشحات نفس الشيء فانا شوف بصراحة لأ كان ليه دور كبير جدا 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 في اللي حصله النادي الاهل السعاد مش كل طارق ايوة مش كل طارق اه ده رجل عايز يتكلف الكورة مش عايز يغازل مشاعر ناس يسقف له بدون يعني ما تحللش الكلام اللي بيقوله لمجرد انه بيكايد يعني هذا رجل ولذلك نجح ولذلك حينجح انه بيفكر كمدرب ككوتش ايوة بيحل الأمور من المنظور العلمي مش المكايدة مش الكلام الخايب اللي ما يعلمش غير عبدالناس اللي ايوة كده الله ينور قصف جابها خليك اه خليك في الحتة دي اه واخد بالك فهو قالك المسلس طبيعي جد جهاز فني لعيبة ادارة وراهم جمهور كلام ده يا جماعة كلام فني مسؤول بيأسخ في في هذا المسلس كلام فني مسؤول لكن فكرة بقى العدالة وكل ما حد يتكلم دون العدالة نفسي انا بجد والله نفسي حدي يطلع يقولي هو فين العدالة المهدرة انت عايز للزمالة على فكرة دول بيدعو على نفسه اه هو تفتكري بيقولك ديني العدالة هو كده ده انت لو خدت العدالة يا ويلك بجد يعني قلولي ايه هي العدالة المهدرة او المنقوصة بين الاهل والزمالة خلينا في الاهل والزمالة لانه حتى رموها للإسماعيلي وتلاقوا فيه اهدارات عاملة كل المشاكل متسببة في كل الاهدار طب وفين العدالة بين الزمالة والإسماعيلي فيقولك ايه ولا ليه ما باخدش يقدر اهلي طب هو ليه الاتحاد ما بياخدش قدك ولا الإسماعيلي ولا الإسماعيلي ما بياخدش قدك ولا المصري ليه الأندية الشعبية دي ما بتاخدش قدك هي الفكرة كلها تاني ما حدش بيدي حاج حد حاجة من جيبه السوق هو اللي بيدي الناس القيمة والشعبية والإدارة والقيم التسويقية والحقوق الرعاية وحاجات كتيرة او هي اللي بتديك العوائد. محدش بيدي حد حاجة. احنا مش في الاتحال الاشتراكي. انما فكرة ان انت. الاهل فيه استقرار وانا ما عنديش. طب وانت مين اللي عمل لك عدم الاستقرار? ومين ادي الاهل الاستقرار غير نظامه ووعيه وانضباطه? محدش فرض الاهل على الاهل الاستقرار وحجبه على حد تاني. انتو بس بترددوا كلام. انتو حبيتوا النموذج. انا انا اجسأل سؤال. هو موفق له. حد فرضوا عليك. انت اخترتوا. ده انت بالعكس. لما بيغيب عناك انت ابتوا نادي بيه. اه. ده النموذج ده عجبك. انت عجبك كده. خلاص. انت عجبك كده. عجبك ان ان وكيل نادي ينجح. ما يخشش النادي بتاعه. عجبك ايه انت اللي عجبك كده. عجبك ان جمعية امومية يعطر رأيها. انا ما ليش دعوة. ومش شأني. مش شأني. اذا كان هذا في مصلحتك فالتو نادي بما تريد. بس ما ليش دعوة انت كمان بيه. طول ما انت عمل متصور انك مظلوم. وانت صانع الاشكالية. هتحلها ازاي. حل الاشكالية. ما ليش دعوة. يعني انت طول عمرك من يوم ما انشأت وانت عايش كده. وكل حكام الكرة كانوا من عندك. يعني انت من يوم ما انشأت. وانت بتقول انا نادي الصفوة. ما صفوة يعني ايه. يعني انت فعلا. يعني حضر باشا في مصطفى عامر في عبد الحكيم عامر في ها كا 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 كده. في كل الاوقات انت تملك القوة الضاربة صاحبة القراءة. اوعى تدعي المظلومية. بمناسبة دي يا جماعة برضو. ومحاولة حتى التقليل من قيمة الاهلي. شفت حد من في قناة الزمالك شفت له فيديو. عايز يدلل على عدم شعبية الاهلي خارجيا. او اسهام الاهلي الخارجي مش موجود. فقال ليه? قال بصوا على احسن خمسة احترفوا برا مصر. قول يا سيدي. قالك محمد صلاح ده النجم العالمي. طبعا. اسطورة. ميدو العالمي. حازم امام اللي فتح ابواب ايطاليا وقبل بينه محدش كان بيعرف يدخل يشارك في الكالتشو. لأ قبل منه. لأ اذا كان بقى الكلام بقى من قبل منه. هاني سعيد وابو زيت. اه. اشرف رجع بس هاني كان. معلش. باري الاطالي. مش دول اللي نغتاح ام ايطاليا. باري. يعني هاني سعيد راح باري في ايطاليا من 96. لكن انا بقول لكم انه. او 97. يقول لك محمد زيدان. اللي كسر الدنيا في المانيا واللي لعب في بروسيا دورتموند. والخامس مين تقريبا. قال حد عبدالسطار صبري. لانه لعب في بنفيكة البرتغال. وبعدين يقول لك ايه. بص بقى. كل دول ما فهمش ولا واحد من النادي. بسم عبدالسطار عبدالسطار. هو عايز يعدد ناس. المهم مش في الاهلي. فبيغفل انه مثلا. محمد صلاح نموذج استثنائي. خلوه على جنب. لانه ما شاء الله ربنا يوفقه. بس ما هو ترزي جيدا مش مش مسلومي يعني. في نفس الدوري. في نفس الدوري. بلاش. طب ما هو انا في تقديري. من اهم النجوم اللي احترفوا في الخارج. مش احمد حسان ميدو. هاني رمزي. لانك لو بصيت له هاني رمزي. على الاستقرار بتاعه. انت انت دليل النجاح ايه. في اهم عندي. انك انت النادي اللي بتلعب فيه بيه تمسك بيك. ويجدد لك مرة واثنين وثلاثة. مش كل ست شهور بيبيعك نادي لنادي. هاني رمزي يبدأ من سويسرا. يروح سويسرا. بعد كده يدخل المانيا. فردر بريمن وكايزر سلاوتر. طب ما هو ده هاني رمزي. تجربته الاحترافية يقعد فيها كم سنة من من سنة التسعين. لغاية لما خلص ورجع. ده اكثر تجربة احترافية مستقرة. محمد عمارة. وسامير كامونة في نفس الدور. سامير كامونة. وياسر ردوان في نفس الدور. يعني سامير كامونة يطلع من الاهل يروح يلعب في كايزر سلاوتر. في البوندزليجا. اه. هو وياسر ردوان وسامير كامونة. وبعدين يعني عب ستار صبري نجح في البرتغال. طب هو مجدع ابغاني نجح في البرتغال. طب هو حسام وابراهيم حاسن دول ما كسروش الدنيا. في اليونان وفي سويسرا. واحمد حسن كوكا مش مستمر. يعني خدوا بالكو. كتير قوي. وهو وردة فين? كتير قوي. لعبة الاهل اللي خرجت من الاهل في تجرب احترافية مع نحلهم الاهل للفرصة. طب ونجحوا جدا. ورمضان صبحي. مثلا. موقع في الدوري. الانجليز حسام غالي. حسام غالي في مع احمد حسام. يعني انت بتعتبر احمد حسام. تعرف تعمل احمد حسام نجح. وحسام غالي لأه. شريف اكرامي لأه. طب انا حقولك حاجة. الكابتن حسام غالي راح فين? ايكس. فينورد. فينورد. راح فينورد. ورحة ورحة. توتنام. وكان اغلى لعب خرج من مصر مليون ونص يورو. الكابتن اكرامي. شريف. اه. شريف اكرام. اه. في الدوري الهولندي ايضا. اه. واحتراف مدة طويلة. اي. في الدوري الهولندي. اي. لو انت بتعدد يعني. بس انت عشان عينك. هي دي المنطقة يا جماعة. عينك مش عايد تشوف الاهلي. غير في الحاجل. لدرجة انه شاب زدان. وشاب عد سنتار. بس ما شافش الهان رمزي. ولا حسام غالي. ولا حسام ابراهيم حسن. ولا شريف اكرامي. ولا رمضان صبحي. ولا كوكا. ولا تريزيجيل غير دلوقتي. حسام ابراهيم. ولا. حسام ابراهيم. ده براهيم سجل في ريال مدريد. الله. يعني ابراهيم سجل في ريال مدريد. ورجعوا على الاهلي. هي دي الفكرة يا جماعة. ان كنتوا. لما تصدروا معلومات. فكروا شوية. فكروا شوية. لانه الكلام سهل قوي. زي ما يتقال. العدالة. الدين بربع جنيه عدالة. يعني هي العدالة دي بتدعف برطمنات. هي العدالة ان انت بتلعب في نفس المسابقة اللي انا بلعب فيها. لو خدت العدالة حاجيلك صدمة العمر. ارجع وقيم كده العدالة. في الفترة اللي فاتت دي شوف كان بطولة بس الناس اتكلمت عليه. يعني الاهل والزمالك يخشوا مع بعض بطولة افريقيا. بنفس الليح. فريق اهل وفريق يخرج من دور المجموعات. طب مين اللي خلاك مصعدتش? هي.